عندنا حديثٌ يعارض آية قلنا وما هما قال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والشاهد من ذلك وفقكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإتيان إلى الصلاة ونحن نسعى قال فلا تأتوها وأنتم تسعون وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فهنا حديثٌ ينهى عن السعي حديثٌ ينهى عن السعي ولكن هناك آيةٌ تعارضه في قول الله عز وجل في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيش؟ فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله فالآية تأمر بالسعي والحديث ينهى عن السعي فهل نأخذ بالآية ونترك الحديث؟ أو نأخذ بالحديث ونترك الآية؟ الجواب نأخذ بهما جميعاً الجواب نأخذ بهما جميعاً من غير فرقان لا بين آية ولا بين حديث فليس بينهما تعارض أبداً ولله الحمد والمنة ليس بينهما ولا مطلق الاضطراب ولا مطلق التعارض ووجه الجمع بينهما أن السعي في لغة العرب يراد به شيئان السعي بمعنى المشي والسعي بمعنى السرعة السرعة في المشي فالمشي العادي المشي العادي يقال له سعي سعى فلان في حاجته أي مشى في إنهائها فقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله أي فامشوا لأداء صلاة الجمعة والاستماع الخطبة فالسعي هنا في الآية بمعنى المشي إلى المسجد ترك جميع ما في يدك من بيع أو شراء أو تجارة أو معاملة أو صناعة اترك كل ما في يدك واسعى إلى المسجد أي امشي إلى المسجد لا يشغل أنك عن السعي إلى المسجد شيء من ذلك أبدا فالسعي في الآية يراد به المشي إلى المسجد وأما السعي المنهي عنه في الحديث فيفسره قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون آه إذن السعي ليس المشي لأن قال بعد ذلك وأتوها وأنتم تمشون إذن السعي المنهي عنه هو السرعة في المشي السرعة التي تقطع النفس أو تذهب الخشوع إذا دخلت في الصلاة فإن من الناس من إذا سمع الإقامة ركض 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 هو السعي في الحديث بل السعي في الآية معناه التفرغ والمشي إلى المسجد والسعي المنهي عنه في الحديث هو السعي بمعنى الجري الجري والركب الذي يذهب الخشوع إذا دخلت في الصلاة فهل بين الآية والحديث شيء من التعارض؟ الجواب لا والله لا والله العظيم ليس بينهما